وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 454 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 101 طن من المواد الغذائية خلال 24 ساعة وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 12 طن في مجال الاستلاء على السلع المدومة وضبط قرابة 90 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية إلى جانبي ضبط 718 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمصفات في مجال قضايا المخابز كما تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 186 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أوروبا تورز الشعيرة